و مثل ذلك ورد ايضا عن ابي سعيد الخدري الصحابي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله بأد الله وجهه عن النار سبعين خريفا يعني سبعين سنة حديث روه البخاري لاحظوا كيف هو ويقاية من النار يعني درع فعلا درع من شهوات الدنيا و من عذاب الاخرى يباعد الله تعالى بينك وبين النار سبعين سنة نحتاج ان نبتعد عن النار هذه المسافات ايها الاخوة فالنار ليست هينا النار ليست هينا اذا لفح سناها ليس النار السنة المنبعث من خلف اسوارها اذا انبعث وسيق اهل النار قبل ان يصلوا الى اسوارها قبل ان يصلوا الى جحيمها بمجرد اذا لاحهم سناها و لفحهم لم يبقي لحمن على عظمه نحتاج ان نبتعد عن النار النار ليست هينا تنعيه الاخوة جهنم ليست هينا و عن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والارض الحديث روه الترمذي لاحظوا هذه كلها تدل على ان النار ان الصيام وقاية من النار و حديث اخرى و عن عقبة بن عامر رضي الله عنه الصحابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله منه جهنم مسيرة مئة عام الحديث روه النساي في سننين